تخطيط جديد تتبع القوات الأمنية العراقية في مراحل تحرير مدينة الرمادي فبعد سيطرتها على مناطق قريبة من جامعة الأنبار بدأت معركة تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الذي بدأ يتقاقر أمام تقدم القوات وبشكل واضح العملية العسكرية الجديدة ضمن الخطة الموضوعة لتحرير جامعة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش اشتركت فيها قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع طيران الجيش لذلك تقدمت القوات وبدأت بدخول الجامعة نائب قائد الفرقة الذهبية بمحافظة الأنبار العميد عبد الأمير الخزرجي أعلن في وقت سابق سيطرة قواته على منطقتين الطاش الأولى والثانية بالكامل جنوب مدينة الرمادي فيما أشار إلى أن القوات الأمنية تقترب من جامعة الأنبار آنذاك بالمقابل تفتقد المعركة إلى جانب التوثيق الإعلامي والسبب يعود إلى إخفاء ساعات الانطلاق للقوات الأمنية مما أكسبها سرعة المباغة على حساب تضمين المعارك تأكيدات الوصول وهذا لا يمنع البعض من المتشككين قدرة القوات الأمنية على مواصلة نجاحها في إدامة ذلك التقدم من جهة أخرى أشارت بعض المصادر إلى دخول القوات الأمنية مناطق استراتيجية قسمت ظهر التنظيم بحسب وصفها والتي تعتبر مفاصلة أساسية مرتبطة بما داخل وما خارج المدينة للسيطرة عليها ومنها مقر قيادة عمليات الأنبار السابق والقريب من اللواء الثامن والتي تشير المصادر نفسها إلى حدوث معارك عنيفة فيه قبل أن تتمكن القوات الأمنية السيطرة عليه بعد نجاح الإنزال الجوي مهمة الأنبار باتت تتضح شيئا فشيئا إلا أن غياب معركة الفلوجة له وقع كبير في نفوس المراقبين والخبراء العسكريين قبل المواطن والذي يمن النفس في تحرير منطقته أملا في رجوعه وإنهاء صفحة التهجير وطيها في مجلدات الماضي لبرنامج تغطية خاصة قناة سامراء الفضائية